اشتركوا في القناة اقدم لكم اليوم طريقة الكي في البطن لعلاج مشاكل او اعراض الخلعة من بينها القلق والتوتر والوساوس خاصة الوسواس القهري والكثير من الامراض النفسية الكي في البطن فوق الصرة اثبت نتائج فعالة جدا ايضا لقد علج بهذا العلاج الطبيعي المجرب عدة اشخاص قد شفوا شفاء تام باذن الله بفضل الله وبفضل هذا العلاج الطبيعي يعني لكن ينبغي ان يكون الكي عند محتص يعني لا اعرف يقولون انه يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره او يكره الكي لكن نحن نستخدم او الاخصائيون الذين يعالجون بالكي يستخدمون الكي يعني في الحالات يعني الصعبة بعض اشخاص يعني جربوا كل العلاجات لكنها لم تنفع معهم فانصحهم بتجربة هذا العلاج ولكن عدة مختص يعني سأعطيكم مثال او تجربة بهذا الدلو المملوء بالماء فقط كي تفهموا طريقة الكي ايضا لا يخلف اثار في البطن طريقة الكي هكذا بالجهة ليست الجهة يقوم المعالج بتسخين السكين هكذا ويقوم بالكي بالجهة ليست الحادة الجهة الخلفية للسكين ويبدأ بالضرب هكذا بسم الله هكذا هكذا خمس ضربات او ست ضربات في البطن فوق السر يعني لكذا يعني لكذا يعني العلامات لا ترى نقوم بتسخينه يعني أنا شخصيا علشت عند أحد العجائز كبار سن وقامت بكي بهذه الطريقة يعني حتى العلامات لا تظهر فقط علامات خفيفة جدا والحمد لله فقط ملاحظة الكي هو المرحلة الثالثة يعني المرحلة الأولى التدك بعدها الحجامة ثم الكي الحجامة يضعون فوقها البارد العربي ثم بعدها الكي هو آخر مرحلة يعني سبحان الله هذا العلاج فعال ومجرب أثبت نتائج ملموسة وفعالة بإذن الله ويعني هذا الفيديو فقط لتوضيح المفاهيم لكي تفهموا الطريقة نقوم مرة أخرى هكذا بإذن الله نقوم بالكي هكذا فقط أنا أوضح لكم الطريقة في هذا الدلو فقط تكون خمس كيات أو ستة فقط ليكفي يعني أنا لست مختص في هذا الأمر لكنني بإذن الله في الأيام المقبلة سأتعلم من هذه المرأة الكبيرة بالسن أتعلم هذا العلاج بإذن الله إن شاء الله كنا قد أفدكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته